إلى طريق مزدود يصل ملف النازحين في العراق حيث تضعف الاحتمالات المتبقية بتحسين أوضاعهم ولو القانونية توازياً مع عرقلة ميليشيات ومنعها لهم من العودة لمناطقهم وتشير الأمم المتحدة إلى تأثير برنامج المساعدات الخاص بالنازحين بنقص التمويل بنسبة وصلت لاثنين وثمانين بالمئة وإنها بحاجة لتأمين ثمانية واربعين مليون دولار منها على نحو عاجل نحو ستة ملايين دولار مخصصة للاستمرار بتقديم مساعدات ضرورية متعلقة بجوانب قانونية وإدارية تخص النازحين وتوضح الأمم المتحدة أن هذا المبلغ الأخير ملح لأسباب تتعلق بتسريع عمليات منح وثائق الجنسية والأحوال المدنية للنازحين والذين فقدوها أثناء العمليات العسكرية مشروع يقول ناشطون حقوقيون إنه يسد وصمة كبيرة كانت تضع النازحين بموضع الاتهام والتمييز بعد تقاعس الحكومة عن منحهم وثائق هويات الجنسية كنوع من العقاب الجماعي نتيجة لانتمائهم لمناطق معينة أكثر من أربعة وأربعين ألف نازح وعائد إذن بحسب انفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين واللاجئين في العراق قد يواجهون مخاطر متزايدة من الاعتقال أو الاحتجاز والتقييد الحرية وقد لا يحصلون على خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية بينما يصل العدد في إحصائيات أخرى إلى مليون الشخص هم من المحرومين من وثائقهم ذلك وفقاً للمجلس النرويجي للاجئين لكن هذه الأرقام بحسب منظمات إنسانية محلية لا تعكس حقيقة أوضاع نحو مليونين من النازحين داخلياً تزامناً مع عمليات نزوح عكسية للمخيمات بعد قرار الحكومة إعادتهم قصرياً لمناطقهم المدمرة ولجوءهم لمخيمات غير نظامية لا تعرف عنها وزارة الهجرة والمهاجرين شيئاً هذه الأخيرة التي يرى النازحون أنها أهملتهم طويلة وحولتهم لورقة ضغط وابتزاز مررت عبرها الأحزاب السياسية أجندتها بالتأثير على بعثة الأمم المتحدة بالعراق للقبول مجدداً بحكومة رفضها غالبية العراقيين بسبب تجذر الفساد والمخاصصة الطائفية فيها